أعلنت السلطات اللبنانية عن مقتل أربعة أشخاص براء غارة دوية إسرائيلية على منزل في حي شرائي جنوب لبنان وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن طائرة الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدف بلدة كفر رومان كما أغار الطيران الحربية الإسرائيلية على منطقة القاسمية ونفذ سلسلة غارات استهدفت محيط مجرى نهر الليطاني بين بلاط وبرغز وفي سياق متصل أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة مصيرة إسرائيلية من تراز هيرمز 450 من دون أن يحدد مكان إسقاطها كما استهدف حزب الله مستعمرة كريت شامونة بالصواريخ وتجمعا لقوات الاحتلال في موقع المرج بالصواريخ